بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوحدة التسعة من كتاب المعاصر للصف السادس واسمها وتززستوري هي ايه القصة هي ايه الحكاية يبقى بيدربني في الوحدة دي عن ازاي اسمع وقرأ قصص عن جوحة واسماء جوحة في البلاد المختلفة ان انا اندرستاند وديسكاس افهم واناقش القصة وقول ايه رأي فيها زمن اسمه الماضي المستمر كنا اخد نفسنا خمسة تيرمي التاني تيرمي الاول وهو زمن سهل ولزيز برضو هنستمع لقصص بقى قصيرة عن ولد وزئب وبعدين ايه ناخد ظروف التكرار ونتعلم ازاي نسرد الاحداث طيب هنبدأ ناخد بقى سيتينج اول كلمة معايا سيتينج يعني مكان وزمان احداث القصة يعني اقولك مثلا احكيلي قصة جوحة تقوليلي قصة جوحة حصلت في العراق وفي سنة 1980 يبقى انت كده قلتلي زمان ومكان القصة يبقى دي الي اسمها ايه سيتينج يبقى سيتينج زمان ومكان القصة يعني الشخصيات اللي مش حقيقية نيجوحة اصلا شخصية مش حقيقية يبقى ايه الشخصيات في الفيلم او في الرواية النهاية نهاية القصة ايه بقى اللي استفدتوا من نهاية القصة ناريتور الشخص بقى اللي بيحكيه لي القصة أو بيروها لي اسمه ناريتور ناريتور الراوي مورال يعني مغزى مغزى القصة المغزى يعني إيه اللي تعلمته من القصة إيه الدرس اللي أخدناه من القصة استفدنا إيه منها مورال ريفيو مقال نقضي المقال النقضي ده مش معناه أن أنا بنقض الواحد أو بطلع الحاجة الوحشة اللي فيه لا أنا بنقضه بس بقول الحلو وبقول الوحش فإحنا مش عايزين إن إحنا نقلف قصص بس لا ده إحنا عايزين كمان إن إحنا لما نقرأ قصة نفهم بقى ونقول الرجل اللي قاله في القصة دي غلط في كذا وأصاب في كذا يعني نجح في حاجة وفشل في حاجة مثلا يعني أنا أعقم عليه يعني أشوف هو صح ولا بلط بس طبعا عايز لازم أكون قوي في اللغة العربية أو هكذا ألجيريا دورة الجزائر طبعا علشان هو عايز يقول النجحة اسمه في الجزائر كذا وفي مصر كذا وفي المغرب كذا ماركت يعني سوق عارفينها دونكي حمار كليفر شاطر كل ده قديم بوبيولار ونون قديم بوث يعني كلاهما ويقصد بها الشخصان كانت رسايد الريف صان يعني ابني جيرني رحلة طويلة غير تربي بقى اللي هي القصيرة خدناهم الترمي الأول كلهم الرحلات فاني مضحك أو فكاهي صان سودان السودان بيسموه فيها كذا برضو تفاصيل اختلاف متعب ومروكو دولة المغرب أفعال عادية بس طبعا يمر ومر أو يعبر وعبرة والإي دي بنطقها تي هنا عشان الكلمة اللي تنتهي بس وحطي لها إي دي وبقى أنتها إي دي تي كيرف كيرفت ينحت هابن هابنت يحدث ديساجري ديساجريد يرفض رفضة رايد رود يركب عشان هو كان بيركب الحمار سي يقول سيد قالة تيتش توت يعلم علمه لت لت زي ما هي طبعا شازها يسمح سمحة تيك تيرنز يتناوى بالأدوار يعني هو الأول بعدين ابنه طب ابنه بعدين هو يتناوى بالأدوار هابتير ياخد دور كل واحد ياخد دور رايت أباوت على حق بخصوص يعني تكلامك صح في الموضوع ده أولوفر زورلي في جميع أنحاء العالم بنون باي معروف بكذا معروف بكذا معروف بالفكاهة معروف كده إن فاكت في الحقيقة تيك بليسين تحدث فيه القصة تحدث في مكان معين ميتو يعني وأنا أيضا وسودو آي اللي قلني عليها أن هي سو بعدها الفعل المساعد بعدها الفاعل سودو آي معناها وكذلك أنا طبعا بيقول لي إيه لقد قام الناس برواية القصص بتاعة جوحة دي لآلاف من السنين وقام الناسين القدماء بنقش الصور ليسردوا القصص يعني الناسين القدماء مش سايبين حاجة حتى القصص الفكاهية كتبينها برضو characters يعني شخصيات اللي هم البيبل أو الانيمولز in a story الناس أو الحيوانات اللي موجودون في القصة الشخصيات the last part آخر جزء في القصة بنسميه ending اللي هو النهاية طب time الوقت والبليس المكان بتاع ال story بنسميه ايه بنسميه طبعا مورال المغزة أو الدرس اللي أنا بتعلمه من القصة والناريتر اللي هو الراوي الشخص اللي هو تلزميه زا ستوري اللي بيحكيني القصة اسمه ناريتر راوي طيب هنا بجأ بيقول لي إيه اللي بيتكلموا مع بعض فبيقول لي review جوحة آآ لاما برايتنج بتكتب آآ review آآ مقالة نقضية عن قصة جوحة أهو بتصحح فيها أو بتقول لحياة الخطأ والحياة الصحة من وصن الجوحة القصة كانت بين جوحة وابنه والحمار تكترنز يتناوب الأدوار هم كل واحد يركب الحمر شوية طيب بعدين الرحلة كانت طويلة لحد السوق الفاني وكليفر مضحك وشاطر وأخيرا اللي هو القصة بتاعته كانت مشهورة في جميع عنحاء العالم يلا بقى نحل الكام سؤال دول هتبقى إيه هتبقى المغزى بتاع القصة إنك إيه حاول ما تبقاش أناني فده المغزى بتاع القصة طيب بعدين اللي بيحكي لنا القصة اللي هو الراوي تمام بعدين الولد ده يقدر يجواب على كل الأسئلة يبقى الولد ده إيه يعني شاطر بعدين آي ريدا كذا أنا جريت كذا عن القصة دية والقصة دية إيه إن هم يشاهدوا أو الشخصيات أو كده يبقى ريفيو اللي هي مقالة إيه نقدية وهو رايح السوق الرحلة طويلة إلى السوق رايح هو وابنه معهم الحمار فطبعا ركبوا هم الاثنين وضع طبيعي عشان الطريق طويل فطبعا عدوا على جماعة من الناس فالناس دول جالوا بص الراجل اللي ما عندوش رحمة ركبه وابنه على الحمار هم الاثنين هيموتوا الحمار فقال له ايه خلاص يا ابن انزل انت هركبنا ركب هو عدوا على جماعة تانين رحوا قالوله ايه قالوا بص الراجل اللي ما عندوش زوق ما خلي ابنه ماشي وراه وهو اللي راكب قال له خلاص يا ابن تعال اركب انت وهامشي أنا بس تمشوا شوية عدوا على جماعة تانين قالوا لهم ايه بص بقى الولد اللي ما عندوش أدب ما خلي ابوه ماشي وراه وهو اللي ايه هو اللي راكب الحمار فقال له لا خلاص يا ابن احنا ايه تعال انت انزل من على الحمار احنا هننزل احنا الاتنين نمشي. اتمشوا هما الاتنين والحمار بيتمشي جنبهم. وقالوا بعد كده ايه? الناس قدعد قالوا بص الناس اللي مش فاهمين خالص. طب ما يركبوا بدل ما هما ماشيه? قالوا اقول لك تعال احنا الاتنين نشيلوا الحمر ونخلى الحمر هو اللي يركب. شالوا الحمر بقى فقالوا الناس ايه? ده جوحة وابنه الجنن. شالينوا الحمر وماشيين. المغزة والدرس من القصة ايه? ان الناس مش هيعجبها حاجة. فانت دايما اعمل الصح وملكش دعوة بالناس. دايما اعمل الحاجة الصح وملكش دعوة بالناس. ما تحط لهمش اي اهتمام في عقلك. فالدرس بتاع القصة ان مهما حصل انا بعمل الصح. في الحقيقة القصص دي بوبيولر مشهورة في جميع انحاء العالم. ولكنها معروفة باسماء مختلفة. في السودان بيقولوا عليه جواحة. اه مثلا في الجزائر بيقولوا عليه جيحة. اه في المغرب بيقولوا جواحة. اه عندنا في مصر جوحة وهكذا وهكذا. فايه? اسميه مختلفة شوية يعني بتضم والكسر والايه? والفتح. طيب. هنا باجا بيقول لي اهالي القصص دي. نفس الموضوع في بلدك. يعني زي ما انت بتسمعني دلوقتي في بلدك. المهمة قل في انواع مختلفة من القصص بتاعة جوحة دي. لو عاوز تتعلمها او تسمع عنها وديوونت اللي هي يريدها هي اخدت بعدها طول مصدر. ايه رأيك باجا في المغزى بتاع القصة? قالت لها والله ممكن يكون ايه? سعيد اعتقد ان جوحة محق في الكلام ده. ميتو انا ايضا. انا سعيدة وانا مبسوطة ان انا عرفت القصة زي كده. واللي كتبها مثلا ايه يعني فكر كويس او عملها بطريقة كويسة. الشخصيات كان الراجل الناس عموما وجوحة ابنه والحمار. طيب الراوي جوحة. والمكان في الريف والزمان من يرزق جوه منذ سنوات. النهاية ان الراجل وابنه كاريزة دونكي. هما الاتنين شالوا الحمار. طيب بعدين المغزة بتاع القصة انك مش هتخلي الناس كلها سعيدة. يعني انت لو اشتغلت لو اشتغلت مدرسة في الفصل. عمر ما كل الطلبة هتحبك. لازم في طلبة تحبك وطلباتك راهيك. لو بقيتي رئيسة الجمهورية عمر ما كل الشعباء يحبك. لازم يكون لكي اصحاب تابعك واعداء تابعك. يبقى هو ده المغزة بتاع القصة انك عمرك ما هتقدر تخلي الناس كلها على رأي واحد او سعداء. لازم يزهر لك اعداء وايه وباغضين وكارهين ليك. تمام كده وصلنا لنهاية الدرس الاول ان شاء الله الحصة اللي جاية هناخد دارسين. اه باقي القصص بتاعة جوحها وهناخد القاعدة بتاعة الماضي المستمر. ناخد التاني والتالت بازن الله ونعرف موضوع الرسالة اللي هي في ازازة لقوها وازاي تكتب رسالة انت وتبعاتها وترميها في النهر يعني واللي قابل هيكتب رسالة زيها وموضوع كده نكمله ان شاء الله الحصة اللي جاية. اشتركوا في القناة